ولاية برج بوري ريج هي الأخرى اكتسات الحل البيضاء بعد تساقط الثروج حيث استبشر الفلاحون بموسم فلاحي أخصى من سابقه خاصة بعد موجة الجفاف التي ضربت الولاية ودامت لسنوات كما عرفت المناطق الشمالية والغربية للولاية شللا وانقطاعا في عدد من الطرقات الوطنية على غرار طريق الوطني رقم 106 وطريق الوطني رقم 5 وأيضا الطريق الوطني رقم 76 بالإضافة إلى طريق السيار في منطقة اليشير هذا وقد تواصلت مجهودات درك الوطني والحماية المدنية وأيضا مصالح على الشغال العمومية لفتح تلك الطرقات المزيد مع أمر بوكتايا إن شاء الله يكون بخير على المنطقة هذه والمنطقة المنطقة القكر لأن لها تساقط الأمطار هذه اللي فت زاد جات هذه تساقط الثلوج هذه نعمة كبيرة من عند الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله نتوعد إن شاء الله بل يكون موسم مليح في العام هذا إن شاء الله الحمد لله يا ربي عندنا هذه اللي أعطاهنا ونتمنى شعب الجزائري إن شاء الله يكون مرحوم في بعضها إن شاء الله يكون ازدهار والحمد لله يا ربي